استأذنكم هنروح لتقرير وهذا التقرير الحقيقة مبني انطلاقاً من دور وزارة الداخلية المصرية دورها في المجتمع وفي إطار مبادرة كلنا واحد ومعاك في كل مكان وتزامناً طبعاً باحتفالنا بحملة 16 يوم لمنهضة العنف ضد المرقى وزارة الداخلية عملت ايه؟ بدأت تعمل مساعدات عينية وتوزعها على السيدات المصريات العظيمات خصوصاً الست المصرية اللي فتح البيت المعيلات في مناطق قد تكون هي الأكثر احتياجاً قريباً لن تجد من هذه المناطق إلا الكل بأمر الله سبحانه وتعالى يعيش حياة كريمة بإذن الله بس شوفوا التقرير علشان تشوف دولتك بتعمل ايه؟ ونكمل الكلام انطلاقاً من دعم وزارة الداخلية المستمر للمرأة التي تتحمل المسئولية وتبعات البناء والتنمية وترصخ لقيم المجتمع وتحت ما ظلت مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان مشاركة منها في احتفالات حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والمرأة المعيلة وتهدف إلى توزيع مساعدات على السيدات وبخاصة السيدات المعيلات على مستوى كافة المحافظات كل سنة وحضرتك طيبة يا ربنا يقول بخاطركم يا رب يا ربنا ينصركم يا رب يا رب يخل الرأي وينصركم يا رب يخل بزارة الداخلية وحبايبنا ولي مش بخلين عايزين حي يصرها معاو الدنيا وآخر وعيشي حرة يا بنادي في كل الأزمنة ووقتي لما تحتاجينا إحنا دايما هنا لمرة حسيت بخوف وأدي الصروف مفيش أي قوة تهسنا لو خدت تخدي مني يا ربنا يعط عليكم بخير ويفادوكم من كل شيء يا مصر يالي شمسك لا يمكن تغيب أنا جنب التمالي ومنك قريب أنا الدين الكاينية وأدي المسئولية وشرطة شعب أثناء إثناء واخداء الغريب في كل دين بطل تمالي شايل اسمها وكل استقبلت السيدات بمختلف المحافظات مأموريات وزارة الداخلية بترحاب كبير فهي مأموريات تأتي إليهم محملة بالخير والدعم والمساندة في إطار سعي الوزارة لتفعيل دورها الاجتماعي والإنساني والتواصل مع كافة فئة المجتمع بخاص المرأة أنا من النهاردة فخورة بدخلة الزبط علي والسباب الحلوة اللي جابها ليهديا دي يا ربي يوفقهم ويوفق بلدنا يا مصر يا اللي شمسك لا يمكن كريب أنا جنبك تمالي ومنك كريب هندي لك عدية وقد المسؤولية وشرطة شعب إحنا قدنا واحدة عدية ربنا يخلي كلنا وإنتوا حمييننا وحميين مصر وحميين شباب مصر وربنا يخلي كلنا وما نشوفش فيكم حاجة وحشة يا رب مبادرت كلنا واحد دائماً تستمر كده وبخطر خيرهم أنه بيجونا في كل مكان وفي شغلنا ربنا يخلينا وزارة الداخلية وإحنا طبعاً نحسين بالأمان طول ما الزباطنا موجودين حوالينا وطول ما هم موجودين إحنا في خير وفي أمان أنا جنبك تمالي ومنك كريب أحب أقول وزارة الداخلية ربنا يخليها ويبارك فيها وكدسنا هم طيبين بطل تمال شايل اسمها وكل ليل بيجي بعد منه فجرها دي جاد زمان وبلدي جيت تاريخ من بعدها أشكر وزارة الداخلية على اللي هي عاملة معنا ودايماً فاكرنا مش نسانا بأي حاجة وحاجة كويسة اللي هم بيجوا بيشرفونا ودايماً معنا إن شاء الله يا مصري يا اللي شمسك لا يمكن كريب أنا جنبك تمالي ومنك كريب هندي لك عدية وقد المسؤولية وشرطة شعب إحنا إدنا واحدة عالغة شكراً للوزارة الداخلية كفاءة المجهود الكبير اللي هي بتعمله ناحية السيدات المعيلات لما منشوف الزباط في الشارع طبعاً منحس كلنا بالأمان ومنحس إن مصر في دارنا مبادرة كلنا واحد مستيبانة في أي مكان منلاقيها ومناخد منها كاراتين ومناخد كل حاجة منها إشادة كبيرة من جموع السيدات بمبادرة كلنا واحد معك في كل مكان بخاصة السيدات المعيلات وبما تقدمه من مساعدات عينية متنوعة تسهم في تخفيف الأعباء عنهم البلد دهرها ما بينحنيش إحنا مصر ومصر إحنا في كل صار والحكاية مستمرة من سنين كل واحد فينا شرطة ولا شعب حبها بقلبنا بعد الدين دين تحيا مصر دايماً، تحيا مصر دايماً أنا جنبك تملي ومنك قريب أنا الدينك عيني كل سنة وأنتو طيبين ما تحرمش منك ربنا يخليك ما تحرمش منك أبداً مشاركات وزارة الداخلية المرأة لاحتفال بحملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة تؤاكد أن الوزارة تسعى دائماً إلى دعمها ومد يد العون لها ليس في المناسبة فقط وإنما على امتداد العام فالمرأة جزء رئيسي من المجتمع بل هي عماد هذا المجتمع بشكر مبادرة كلنا واحد على كل حاجة تعملها ووزارة الداخلية على كل حاجة تعملها العاني نعم مصر ومصر إحنا بكل صار والحكاية مستمرة من سنين كل واحد فينا شرطة ولا شعب تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر وشباب مصر ويعفي عنكم وفيكم شر المرأة في كل ييل بطل تمل شايل اسمها وكل ييل بيجي بعد منه فجرة هاتجت زمان تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر نمسركوا ربي تحية مطس